سؤال وجواب شخص يسألنا يقول وماذا لو حدث إن الوناناكي حكموا بدلا من الاندروميدان الجواب بالطبع كلا أخي وأختي هي ليست مسألة حكم ليست مسألة من الذي يفوز بالمباريات إنها كلمة الكون الكون يتحرك طاقة الكون فكر الكون يبني بناءات يبني خطط جديدة سؤالي لك عندما تفكر اسأل نفسك دائما من الذي يفكر هل تعرف أن هذه الفكرة هي ليست فكرتك هذه الفكرة تأتي من ترددات أخرى يرسلوها عليك هم يريدوك أن تعتقد بهذا لكن عندما ترى الكون من الاتحادية من إنك كان متعدد الأبعاد كائن أبدي فالسيطرة عليك تفشل لاحظ جيدا وأقرأ هذه الأسطر التالية جيدا تمعن فيها أريدكم شباب أن تقرؤوها تتمعنوا فيها لساعات السيطرة توضع عليك عندما تراها وتؤمن بها أنها سيطرة لكن مع نفسك عندما تقتنع أنها خدعة بمعنى أن السيطرة تراها أنها خدعة بمعنى ترى كل الذي قيل في الأديان الأونوناكية نعم هذه الأديان في الشرق الأوسط بالذات من صناعة الأونوناكي فعندما تراها هذه الأديان الأونوناكية والسياسات والإعلاميات تراها خدعة وترا نفسك أنت كان متعدد للأبعاد وترا نفسك أنت كان موجود في كل مكان في كل الأكوان فهنا السيطرة تفشل كل الذي قيل في الأديان هو من فبركة الأونوناكي لماذا يهيجون الناس بعودة المسيح والمهدي وخلال عهود تجدهم يصرخون ويطبلون في الأديان يتكلمون حول نهاية الزمان بحدوث زلازل وفيضانات لماذا هكذا السبب لأنهم يريدوك أن تصدق بهذا عندما تصدق بهذا فأنت تكون جزء من الخطة يعني جزء من الماتريكس وبعدها وبدون أن تشعر أنت سوف تنقل وعي الماتريكس إلى الآخرين وهكذا هم حكموا أتوا بالقرآن وحددوا الناس جيل بعد جيل به الناس صدقت به خافته أرعبهم أرهبهم هددهم ووعدهم في حين أن كل الرعب والخوف والتهديل والوعود في القرآن حقيقتها أنها كارتونيات السيطرة لا أكثر ونفس الشيء الإعلام والسياسة فهي تتبع نفس المنهج الديني صناعة الماتريكس هذا الماتريكس تسلسلي هذه الماتريكسات التسلسلية تحجب عنك حقائق كونية فهم يسيطرون عليك عندما أنت لا ترى الحقائق الكونية ممكن شخص يسألنا يقول ما هي هذه الحقائق الكونية؟ الجواب الحقائق الكونية تريليونات من المجرات نعم وأكثر يعني ليس هذا الرقم هذا الرقم لا شيء تريليونات أكثر من تريليونات لتريليونات من المجرات وتريليونات وأكثر من تريليونات من الكائنات الفضائية تراقب وعندما تسمع تقرأ كلمة تراقب يعني تتفاعل يعني تفكر تراقب وتتدخل في الكون يعني تبني الكون تبني نظام الكون ومنها يعني من هذه الأنظمة تبني نظام الأرض الأرض ليست ملك لا الأوناناكي ولا المجتمعات السرية ولا لدراكونيين الأرض ملك الكون وحده إشعاعات النجوم فكر النجوم وعي الحكماء الكونيون والزعماء الكونيون والقادة الكونيون إلى أصغر شيء في الأرض فكر الوردة وحتى فكر ووعي الأرض نفسها فكل هذا له تأثير عميق عليك وعلى الأرض وعلى الكون أيضا وحتى الأرض ترفض الأوناناكي المجموعة الشمسية ترفض الأوناناكي وترفض المجتمعات السرية وترفض المجموعة الشمسية ترفض الطاقة السلبية على مختلف تردداتها ومستوياتها وفبركاتها أيضا الفكر البشري الآن يتطور بسرعة فالمجتمعات السرية والأوناناكي هذه صناعة لدراكونيون وهذه الثلاثة كيغروب في تخبط هروب وانحسار وخسارة لماذا هم في تخبط وخسارة؟ الجواب لأن الأمواج الكونية انقلبت ضدهم التجمعات والتحالفات الكونية الأعلى منهم تفشل كل خططهم فكيف ينجحون بأي طريقة؟ أخي وأختي هم يهربون من الأرض والقمر والمريخ والمجموعة الشمسية تتنظف منهم وحتى المختبئ منهم يمسكوه والمجتمعات السرية تتبع خطاهم هي في هرب وفشل يوم بعد يوم كيف يحدث هذا؟ الجواب هناك في الأكوان تريليونات من الزعامات الكونية لها ذكاء وسلطة أعلى بكثير من الدراكونيين والأوناناكي والمجتمعات السرية فهناك تحرك تحرك الكون كله ضد هذه المافيا زمنهم انتهى إلى الأبد مع أديانهم وسياساتهم وإعلامهم وفبركاتهم انتهت إلى الأبد ونحن الآن أخواني واخواتي نمر بزمن جديد شئنا أم أبينا إننا صاعدون عليك أن تتحرك كثيرا وأن تصعد إلى الأعلى بكل قوتك لا تبقى تنتظر الانتظار لا ينفع تحرك إلى الأعلى ابني وعي إلى الأعلى اعلن أنت الأعلى اعلن أنت الأقوى وأعلن أنت حر اعلن أنت أبعاد من الأبدية والذكاء الأبدي وأنت تقرأ هذه الأسطرة الآن بكل قوتك انهض اجلب شموع وقدها وصلي باستمرار وأعلن قوتك الأبدية وذكاء كالأبدي وأعلن السلام وأعلن الحب في كل الكون يحتاج أن نتحرك لأن الكون يتحرك بطاقاتنا الفكرية أيضا الكائنات الكونية تعتمد علينا فهي عملت الذي عليها هي حررتنا من هذه الكائنات وعلينا أن نبني أرضنا بناء أرضنا وتطويرها هو جزء من بناء وتطوير الكون أيضا وأنا أعتقد أننا سوف ننجح نجاح عظيم لأنه فينا بذور النجاح الكوني نحن في حقيقتنا طبيعتنا أفكارنا وعينا نحن كائنات متعددة الأبعاد هذا مغروز في جيناتنا في أفكارنا في وعينا في أجسامنا جسمك متعددة الأبعاد فكرك متعددة الأبعاد أنفاسك متعددة الأبعاد نحن كائنات نجمية نحن كائنات أكرر متعددة الأبعاد أتينا من روح الكون إننا خالقون مع الكون الكون العظيم أخواني وخواتي يبارككم جميعا